اهلا بكم ابراج هذا اليوم السبت الموافق 22 من اكتوبر تشرين الاول 2022 طبعا الان لدينا القمر في درجة 20 في برج العذرة وبالتالي يفقد تأثير لصالح تدريجين خلال الساعة القادمة يفقد تأثير لصالح برج الميزان وايضا شعة شمس في اخر درجة وعشر دقائق بالتالي نستطيع ان نقول ان التأثيرات تحولت الى اصحاب برج العقرب خلال ربما يوم غد ان شاء الله هو ايضا اليوم القمر في هذا موقع يسجل ربما حالة من الاقتران السلبي بينه وبين كوكب المريخ في الجوزاء وايضا هناك حالة مقابلة بينه وبين نبتون في الحوت وهذه هي المقابلة تعني هناك ضياع في التفاصيل العاطفية وربما ايضا في الجانب النفسي اذا خلينا نتعرف على مولود هذا اليوم الخارطة الرقمية اللي هي 4-6-2 التناقض سمة واضحة لمولود هذا اليوم وبالتالي ربما ايضا ليس لديه خيارات واضحة وثابتة تحديدا اذا خلينا نروح لتوقعة الابراج لهذا اليوم طبعا ربما الحمل هذا اليوم مشعر انه ضغط كبير جدا ومسلط عليه يعني نقولك هذا اليوم يوم غد اخر يومين ان شاء الله وبداية الانفراج والانتهاء فترة الانحطاط التكويني اللي رافقتك لمدة شهرين ازعجتك نعم سببت لك الكثير من المتائب وربما ايضا الهاق نفسي وبدني اذا اصحاب برج الثور هذا اليوم تبدو ايضا في حالة من الضغط والتراجع وربما هناك مزيد من الصعوبات تواجهها خلال حركتك لهذا اليوم لانه ايضا اذا كنت تتقود مركبتك على الطرقات السريعة لازم تكون حذر ايضا طعامك هذا اليوم تكون في حذر وايضا حاول ان تجنب التداخلات الجراحية لهذا اليوم ويوم غير تحديدا الجوزة ربما يعني الوضع يتغير مع ظهيرة هذا اليوم ايجابيا وهناك فرصة وهناك شعور نفسي يعني جيد ايجابي مشجع ودائما يعني اهم نقطة واللي نأكد عليها دائما هو الجانب النفسي والاستعداد النفسي الاهم لانه هو اللي يعطيك الحافز القدرة الرغبة المبادرة الثقة اذا اليوم انت في هذه الطاقة الايجابية السرطان هذا اليوم تبدو في حالة اريحية ولكن ليست الى حد بعيد وانت تستقبل ربما فترة جيدة جدا نقدر نقول لك بداية دورة ساعتك التكوينية خلال هذه المرحلة وعليك ان تستثمر الوقت القادم اصحاب برج الاسد هذا اليوم تبدو ايضا في حالة من الايجابية ولكن تدريجيا انتم ايضا قد تصلون الى نقطة تواجهون فيها صعوبة لديكم انشغالات لديكم ربما يعني في اجوال العائلة والبعض ربما هذا يعني هذا اليوم يوم بغد يقوم بسفر خارجي العضراء في هذا الوقت لديك فرصة لديك استعداد اجراء نوع من التغيير قد يكون هذا التغيير يلامس طب ربما واقعك الحالي قد يكون ايضا في جانب المال في جانب العمال في جانب العاطفي اذا هي فرصة جيدة وطيبة في هذا الاتجاه العقرب ربما اخر يوم للوضع الضغط والصعوب وربما يوم غد مع الظاهرة تبدي يعني تستعيد طاقتك التكوينية تدريجيا انها دورة جديدة لسنة جديدة عليك من الان ان تهيي اوضاعك الى القادم في مجال العاطفة المال الاعمال ربما كثير من العوائق اللي رافقتك ولا ننسى ان نذكرك انه عليك امن دائما تكون نفسيا جاهز للمتغيرات ان شاء الله الايجابية القوس ربما يبدو او تبدو يعني هذا اليوم في حالة افضل في حالة ايجابية واستعدادك يزداد كثيرا لكن ربما مع مساء هذا اليوم تبدي تميل الى انه التفكير جديا بالمضة واللي عليك ان تعد حساباتك القادمة وبالتالي ربما احد الاصدقاء يواجه لك دعوة لحضور اجتماع او احتفال او ربما لتكريم اذا اجواءك تبدو ايجابية اما اصحاب برج الجدي هذا اليوم ايضا ربما هي نهاية لصعوبات مالية رافقتك خلال المرحلة القادمة السابقة وايضا كثير من الاراء لم تكن صائبة ربما او لم تكن بمستوى اللي تطمح له اذا هذا اليوم علينا ان نعدي بهدوء تام وربما ايضا اليومين القادمين بالتالي نستقبل اشياء جديدة ادلوا وقت جيد ووقت ايجابي لكن ندخل تدريجيا الى مرحلة الضغط او مرحلة ربما التخلي عن بعض الاماكن اللي ربما كنا يعني مسلين عنها او ربما بعض الامور اللي كانت تحت السيطرة اخيرا اصحاب برج الحوت وضع ربما يبدو ايضا ضاغط بالمصرفات المالية عليك ان تجنب هذه النقطة وان تراعي ربما مصرفاتك كثيرا فانت تمر ربما بحالة ليست مريحة خلال هذه الايام وبالتأكيد الوضع القادم هو الوضع الاكثر بالنسبة اليك ربما ايضا ايجابية وتحسن ما ننسى تذكرك انه انت في مرحلة تقدم وعليك ان تستثمر الاشهر الثلاثة القادمة اكيد الله اعلم بذلك مشاهدين عودة للزملاء لكن بعد الفاصل